ناس كتيرة لما بتقرأ المثل ده تقول ما يمكن احتاج فقال يروح يشبع جايز وماله ما هو ربنا نطلبه تجد ويقرأه ويفتح لكم لكن احنا متأكدين تماما من صدق مشاعر توبته ومن صدق محبة ابوه في قلبه لان الاب قبله والاب هنا بيمثل الله الاب اللي منتظر الجميع يريد ان الجميع يخلصون الى معرفة الحق يقبلون من شطرته قام ورجع من شطرته ما عادش يتكاسل في التوبة من شطرته ما عادش يتمادى في التهاون عارفين اللي احنا كأباق اعتراف ممكن واحد يعد يعترف بخطية لمدة سنة واثنين وثلاثة والواحد يبقى قلبه وكله على ابنه ولا على بنته يا ابني يا حبيبي كفاية يا ماما كفاية ليه العند ليه التبرير ليه الاسرار ايا كانت هذه الخطي شهوة ولا خطية لسان ولا خطايا فكر ولا خطايا نظر ولا خطايا من خطايا النجاسة ليه ليه نفضل قاعدين ربنا يحفظني ويحفظكم ليه ليه نفقد النعمة ما نقوم بخطوة عملية ونقول له خلاص يا رب السكة بقت ورانا وانت اللي قدامنا السكة دي مش هنرجع لها تاني ونقعد بقى نشوف ونحاول ونجهد ونشغل حياتنا بأسوام وبصلوات وبخدمة وبتسبيح وبقدسات وبنعم عشان الشيطان ما يجرجرش رجلينا تاني لسكة الخطي منشطرته انه فعلا قام ورجع موسيقى